بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 2 بارت ايت فليكشورال استرس نتكلم في الكاميرا اللي موجودة عندنا ديت اللي عليها لود هاويفر اللود ده سواء كان كونسنتريتد او يونيفورمي لود هيبقى عليها بندن ده التوزيع بتاعه لو انا اخدت الكروس سيكشن اللي في النص دوت هيبقى عليه بندنج مومنت البيندنج مومنت دوت بيطرتب عنه بيبقى في تنشن فورس موجود في الجزء السوفلي وكمبريشن فورس في الجزء العلوي ونتيجة الاكوليبريم C بتساوي T بمعنى الكمبريشن فورس بتساوي التنشن فورس وبالحالة ديه يبقى المومنت اللي عندي بيساوي C في زراع العز او التنشن في زراع العز ده توزيع الاسترس اللي موجود على القطاع اللي عندي طيب الاسترس ده بيتحسب ازاي اللي هو M في Y على I حيث ال I ديهت هي Moment of Inertia ال Y نص الارتفاع بتاع الكاميرا M اللي هي Applied Moment طيب احنا عندنا كاميرا هنا عايزين نبدأ ندرس حالات الانهيار فبنقول طب انا لو عندي حالة التحميل اللي هي بنسميها 3 point flexure test بمعنى ان اللود موجود في نص الكاميرا يبقى دي نقطة تحميل والرياكشن الموجودة عند الصبورت اتنين فورسز زائد الفورس دي يبقوا تلاتة فورس عشان كده بنسميها 3 point flexural test طيب دي كاميرا فيها حديد تسليح حديد التسليح السفلي دوت لمقاومة التنشن والكنات اللي موجودة ديت لمقاومة الشير فبنقول ان الكاميرا اللي عندي ديت اللي هي الكاميرا الاولانية ديت زي ما احنا شايفين في شرخ موجوده الشرخ ده شرخ رئيسي بادئ من عند الصبورت وبيبقى فيه ميل الميل ده تقريبا بيبقى 45 درجة في الحالة ديت لو فيك ركب الشكل دوت بنقول ان الكاميرا هيحصل فيها failure under shear طيب لو احنا عايزين نمنع الفيلير دوت بنحط مجموعة من الكنات الكنات ديت الغرض منها تقاوم الشير طيب في الحالة ديت مش هيحصل الفيلير نتيجة الشير لكن هيحصل بنتيجة الفيليكشور ان انا عندي cracks هي اللي cracks ديت موجودة في منطقة العزوم اللي هي المنطقة الماكسما وبالتالي بنقول ان الكاميرا ديت هيحصل فيها failure نتيجة bending moment طب عندنا ثلاث حالات في الانهيار اول حالة بنسميها under reinforced section وفي الحالة ديت بنقول ايه اللي بيحصل فيها ان الخرصانة reaches its maximum امتا في الحالة ديت لو انا عندي حديد التسليح اللي موجود في الكاميرا ودي منطقة الكمبريشن فبنقول في الحالة ديت اللي ستيل بيوصل اليلد بتاعه يعني بيوصل لمرحلة الانهيار قبل ما الخرصانة بتوصل لمرحلة الانهيار يبقى ده في حالة الانضر reinforced section ان الستيل بيوصل لمرحلة الفيلير قبل الخرصانة ما بتوصل الى الماكسيمم سترينس اللي هو بيسبب الفيلير الحالة التانية اللي هي الbalanced section وفي الحالة ديت بيحصل الانهيار في الخرصانة وفي الستيل at the same time الحالة التالتة اللي هي الover reinforced section في الحالة ديت اللي بيحصل ان الخرصانة بتنهار قبل الحديد التسليح ما يحصل فيه انهيار ده توزيع الستريس والسترين في حالة الانضر reinforced بيلاقي ايه هنا عندنا ان السترين في الستيل وصل الماكسيمم اللي هو epsilon y لكن الخرصانة لسه ما وصلتش الالتميت يبقى في الحالة ديت بيحصل الفيلير في الستيل اولا الحالة بتاعت الbalanced اللي هو بيحصل انهيار متزامن في حديد التسليح والخرصانة بمعنى الحديد وصل الالتميت سترين والخرصانة وصلت الالتميت سترين اللي هو ثلاثة من الف وده في الحالة دي توزيع السترس توزيع السترس على القطاع الحالة التالتة اللي هي الـ reinforced بيلاقي اللي ستيل اللي عندي السترين اقل من الابسلون واي لكن السترين في الخرصانة وصل الالتميت وده توزيع السترس في الحالة بتاعت الـ over reinforced section ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر